اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتخفيف عن معاناة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل بحكم ارتفاع الاسعار والتضخم وما ترتب عليها من معاناة معيشية على هذه الفئات بدأنا بالمباشرة بأعمال الجهد الخدمي والهندسي في ثلاثة مناطق في محافظة بغداد منطقة الحرية شاكر العاني والنهروان وكذلك في منطقة الشعب حي الكوفة كانت الآليات التخصصية والملاكات هيئة الحجد الشعبي هي السباقة في إرسال هذه الآليات والبدء مع الفرق الفنية لتنفيذ هذه المشاريع نحن مثل ما ذكرنا جهد الهندسي يجمع آليات تخصصية من كافة الوزارات فالثقل الأكبر كان للهيئة الحشد اللي نحتاجه من الأهالي هو دعم الفرق الفنية وتسهيل عملهم كذلك نطلب من الفعاليات السياسية والمجتمعية والدينية اللي موجودة ناشطين تجمعات يدعمون هذا الجهد الهندسي الخدمي ويسهلون مهام عملهم في تنفيذ هذه المشاريع بنفس الوقت كلفنا فريق فني لإعداد الكشوفات بخصوص الطرق في باقي المحافظات والتي تسمى بطرق الموت للأسف هذه المشاريع اللي أخذت نتيجة الحوادث أخذت أعداد كبيرة من المواطنين هناك فرق سوف تعد الكشوفات الفنية حتى نباشر بتنفيذ هذه الطرق كمرحلة ثانية إن شاء الله عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة التجارة والشركات المعنية بشأن تحسين مفردات البطاقة التموينية واتخذنا إجراءات وقرارات تتعلق بتأمين هذه المفردات إضافة إلى مادة الطحين وثبتنا جملة من الملاحظات والمؤشرات على العقود المتعلقة بتأمين هذه المفردات بغية معالجتها بشكل قانوني الذي يضمن سلامة الإجراءات أولا واستثمار الأموال المخصصة لهذا المشروع بما ينعكس على نوعية المفردات وجاهزيتها بشكل مستمر وموعد ثابت للمواطنين أيضا عقدنا اجتماع تفصيلي مع وزارة العمل والشيون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية بشأن شبكة الحماية الاجتماعية خصوصا وأنه لدينا بحدود 2 مليون طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية حتى يحصلون على الإعانة النقدية الشهرية وجهنا الفرق البحث الاجتماعي بإجراء البحث الذي يحتاج فترة من الوقت لكافة المتقدمين من خلال فرق ميدانية وبحث لهذه العوائل الأفراد والأسر الذين يطلبون الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية راجعنا التخصيصات والمخترحات التي من شأنها تضمن في موازنة 2023 الحكومة حريصة على هذا الملف لأننا نتكلم عن أفراد وأسر هم دون خط الفقر ليس لديهم أي دخل معيشي من الدولة لا راتب ولا تقاعد ولا عمل في أي مؤسسة سواء كان في الحكومة والقطع الخاص وبالتالي من واجب الحكومة تنفيذ القانون قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وما يترتب عليه من إعانات نقدية وكذلك خدمات أخرى تتعلق بخدمات الصحة والتربية والسكن هناك معالجات قيد الدراسة للفئات التي تآكلت أدخلاتهم الشهرية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم هذه المعالجات ستعرض على مجلس الوزراء لاحقا لحين إكمال دراسة الأرقام وعداتهم وما يترتب عليها من كلف مالية لأنه أنا كحكومة كنا حريصين على هذه الإجراءات نحن نتكلم عن ارتفاع أسعار عن التضخم عن نسب مرتفعة من الفقر والبطالة وبالتالي لابد من إجراءات من قبل الحكومة لهذه الفئات الفئات الفقيرة ومحدود الدخل وقسم العتم أيضا في مؤسسات الدولة ويأخذوا الرواتب أقل من الراتب المخصص للمشهول بالحماية الاجتماعية فإذا واجبنا الشرعي والأخلاقي والوطني أن ننتبه لهذه الفئات إجراءاتنا متابعاتنا مستمرة في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي اللي احنا قلنا جائحة الفساد قسم من هذه الإجراءات إصلاحات إدارية لعادة النظر في المتصدين لهذا الملف سواء كان على صعيد المؤسسات الرقابية أم على صعيد الإدارات العامة وباقي الدرجات الخاصة في كل الوزارات العملية مستمرة قسم منها أصدرنا بشأنها قرارات والقسم الآخر إن شاء الله قريبا سوف تصدر من أجل أن يكون لدينا جهاز رقابي فوق الشبهات والأمام عقوله أنت تدي تكافح الفساد الإداري والمالي وأن تعدك خلل في نزاهة المعنى بمكافحة الفساد فالعملية يعني مفروغ منها من البداية يعني أي فساد تتحدث وأنت هناك من هو موجود في بعض الجهات الرقابية وهو يستثمر وجودا ليعطي شرعية أو غطاء أو مسالك إدارية وقانونية للفاسدين حتى ينفذون إلى المال العام فهذه إذا ما تكون إنه وقفة ونفرز هذه العناصر لأن هناك عناصر نزيهة وطنية وشجاعة تتصدى لعملية مكافحة الفساد موجودة في الجهات الرقابية هؤلاء هم من يجب أن يتصدوا لهذه المهمة الشرعية والأخلاقية والوطنية واحدة من أهم الإجراءات يعني يمكن سمعت أنتم بتوزيع الأراضي السكنية لدرجات الخاصة في قرارات من مجلس الوزراء يعني المواطني كابد على قطعة أرض سكنية وقسم موظفين يكمل الخدمة ويطلع التقاعد وهو ما عنده متر واحد في هذه الدولة يجيك شخص والله يستفيد من قرار لمجلس الوزراء كونها درجات خاصة أو فئات أخرى ويحصل على قطعة أرض في موقع متميز في وسط أغداد أو المراكز المدن في المحافظات وهذه الأراضي تباع بالملايين والمليارات وقسم منها استغلت ب يعني اللي منحه الموافقات أنطوا استثناءات يعني أكو شخص ما أخذ أكثر من قطعة أرض متميزة هذا فساد وواضح شكلت لجنة مختصة وكل الجرودات والقطع الأراضي موجودة ومشخصة وسوف يتم استرجاح يعني مو فقط عقوبات لا عندنا السند القانوني إذا يرجح هذه الأراضي للدولة ممكن نبيحها وفق المزادة ونحصل على إرادات مهمة للمؤسسات المعنية قبل لا ندخل قبل لا ندخل للقرارات أكيد كنا تابعنا للأسف حادثة مقتل مواطن أمريكي يعمل في منظمة للإغاثة والتنمية وهو مقيم في بغداد منذ فترة في منطقة الكرادة منذ تاريخ ستة خمسة الفين وواحد وعشرين من ليلة أمس ولغاية هذه الساعة أجهزتنا المختصة تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتواصل أجهزتنا الأمنية بالبحث وملاحقة الجنات بالتأكيد هذا الحادث هو جريمة جبانة لأنه المواطن الأمريكي هو مقيم ويعيش في منطقة مأهولة بالسكان ولديه تواصل مع الناس يتكلم معهم يتسوق يتحرك بحرية يعني شخصية مألوفة في المنطقة ويؤدي خدمات حتى قسم من خدمات تعليم اللغة الإنجليزية فجريمة جبانة لا نريد أن نستفق الأحداث لكن التوقيت وأنا أقول أنه موجود منذ عامين توقيت هذه الجريمة هو الذي يضع على أمات السفاة عموما هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة للحكومة يعني الذي يريد أن يختبر الحكومة في مسألة الأمن فهو دخل اختبار فاشل إن شاء الله أمن العراق خط أحمر لإساءة للبلد والتعدي على المواطنين الأجانب المقيمين هذا بالنسبة أنه لا يمكن التساهل معه إن شاء الله التحقيقات سوف تسفر عن تحديد الجنات وتقديمهم للعدالة الجلسة اليوم هي الجلسة الثانية الجلسة احتيادية كان القرارات واحد من أهم القرارات هو تشكيل المجالس الوزارية وفق النظام الداخلي رقم الثاني لسنة 2019 تعرفون هذه المجالس مجالس تخصصية مهمة مكملة لعمل مجلس الوزراء تطلع بمهام واجبات تساعد في حل حلة المشاكل واتخاذ القرارات وفق التخصص المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الوزاري للطاقة والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية والمجلس الوزاري للتنمية البشرية أيضاً للمجلس مجلس الوزراء اليوم صوت على إلغاء قرار لمجلس الوزراء السابق والذي يتعلق بتخصيص سبعين مليار دينار إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وأثير في وقتها لغط على هذا المبلغ ومواطن الصرف أو أبواب الصرف لهذا التخصيص المالي اللي هو موجود أصلاً ضمن قانون لأمن الغذائل بعنوان دعم الأجهزة الأمنية فخصص مبلغ سبعين مليار في وقتها نحن محتاجين هذه الأموال في أماكن أخرى تم إلغاء هذا التخصيص وحولنا إلى وزارة الداخلية اللي بدورها راح تصرف أنه من خلال أعمال الجهد الهندسي والخدمي وأيضاً لشراء الرحلات المدرسية ومثل ما تعرفون هناك معاناة واضحة ونقص واضح للعيان في أغلب المحافظات فهذا المبلغ سوف يغطي أعمال الجهد الخدمي والهندسي ويغطي شراء رحلات مدرسية لعموم مدارسنا في المحافظات كافة وسوف يكون الشراء من المنتج المحلي عندنا مصنع متخصص لإنتشاء وإنتاج الرحلات المدرسية في وزارة الصناعة وأيضاً أكو في وزارة التربية سيكون الشراء حصراً من هذه المنتجات وهذا من شأن أنه شغل هذه المصانع ويولد فرص عمل اليوم أيضاً أحد القرارات وافقنا على تعديل المشروع وافقنا على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم عشرة لسنة 2012 طبعاً القرارات أو المواضيع التي تدرج في مجلس الوزراء تتلائم مع المنهاج الوزاري نحن نبحث عن فرص عمل جانب من فرص العمل هي كيف ننطي قروض للباحثين والعاطلين عن العمل هذا واحد من القوانين المهمة في وزارة العمل صندوق مخصص للقروض تعديلات من شأنها تساهم في إنجاح المشاريع زيادنا المبلغ القرض حتى يتلائم مع ارتفاع الأسعار ويمكن الشباب من تأسيس مشاريع مدرة للدخل مشاريع صغيرة أو شبكة من العاطلين أو الباحثين عن العمل يأسسون مشروع وفق دراسة جدوى اقتصادية وأغلب اقتصاديات دول العالم بدأت من خلال مشاريع الصغيرة والمتوسطة وأسست لنا مشاريع كبيرة طبعا هناك قرار آخر في جلسة لاحقة سنزيد رئيس مال هذا الصندوق حتى يستوعب أكبر عدد ممكن من الذين يرغبون بتنفيذ هذه المشاريع صوت مجلس الوزراء في قرار على توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كاركوك الدولي رسميا واستحداث مديرية منفذ مطار كاركوك الدولي بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المطار افتتح والآن يستقبل طائرات مستوى نقل الركاب المسافرين وأيضا شحن ونقل البضائع فهذا إجراء رسمي مكمل هذه أغلب القرارات التوجيهات التي أكدنا عليها اليوم في فقرة خاصة في جدوى الأعمال طبعا هي متابعة لقرارات أو التوجيهات التي صدرت في مجلس في الاجتماع السابق يعني التوجيه اللي نطيه للوزراء نتابع في الجلسة اللي بعدها حتى نتأكد شنو اللي يتنفذ هذا جزء من آلية متابعة القرارات نحن تعرفون إذا تذكرون القرار اللي يتعلق بتعيين الشهادات العليا والخريجين الأوائل حدود 74 ألف اليوم وجهنا المالية أن نتوجه جزء من التخصصات لدوائر نحن محتاجيها على سبيل المثال نحن محتاجين باحثين اجتماعين حتى نسرع من عملية البحث الاجتماعي للمشمولين بشبكة الحمال الاجتماعية نتكلم عن 2 مليون 2 مليون يراد لجيش من الباحثين وباحث ميداني عن كل المحافظات اللي موجود عتمو أكثر من ألفين فما يغطي معناه هذا رح يتأخر عملية البحث تتأخر معاناة المواطن الفقير فاليوم الأولوية سوف تكون للباحثين واللي هما خريجي علم الاجتماع علم النفس الأنثروبولوجي الفلسفة هذه التخصصات التي ترهم على عنوان الباحث الاجتماعي باقي الوزارات أيضا تبتت احتياجاتها وصارت مراجعة أيضا مع السادة الوزراء بخصوص القرار المتعلق بإلغاء التكليفات والتعيينات وفق قرار المحكمة الاتحادية وأكدنا أنه يتم تنفيذ القرار بدون تلكه ومراجعة لكل المشمولين وتقييمهم وفق المصلحة العامة أيضا حدث مهم الكل يتابعا اللي هو خليجي 25 في محافظة البصرة هذه البطولة صار تحدي بالنسبة لنا لأنه دورتها تتأجل العراق بإمكانيات بما موجود من موارد ما معقول لما ينفذ هذه البطولة ويخرجها بالشكل اللي يليق بالعراق وسمعة البلد وخصوصا في هذا المجال هناك توجيه بخصوص الأراضي العائدة الوزارة المالية للمجمعات السكنية وهذه قضعة لنقاش وإن شاء الله رح نكمل فيه القضية المهمة اللي هي تتعلق بها فلسفة الحكومة في إدارة الدولة مهم جدا أنه نتكلم عنها في هذا المؤتمر الصحفي يعني نحن لن نتكلم عن إجراءات خدمية أدمات سريعة مشاريع متلكئة أيضا لنشتغل عليها نكمل رح أن نطيكم إجاز عنها لكن بنفس الوقت أريد أن نغير من إدارة الدولة لمواردها نحن ننتظر إرادات النفط حتى نوزحها رواتب ونعين ونوزحها موازنة تشغيلية وأكيد هذا الأسلوب لم يجدي نفعا ولن يسهم في خلق تنمية وتعزيز الاقتصاد في المنهاج الوزاري في المحور الثاني عشر الفقرة الثالثة نحن ثبتناها بالمنهاج وصوت عليها مجلس النواب ثبتنا تأسيس صندوق للتنمية صندوق العراق للتنمية نسمع اتفاقية صينية ومجلس عمار وصناديق وصندوق الأجيال هي كلها نفس المبدأ نفس الفكرة ثبتنا صندوق العراق للتنمية راح نثبتها بالموازنة من أجل السرعة يعني ما ريد الروح هنا لمشروع قانون وياخذ لوقت ريده في قانون موازنة الفين وثلاثة وعشرين هذا الصندوق تمويله من خلال استقطاع جزء من الإرادات النفطية بالنسبة أو برقم يتفق عليه من هذا الصندوق تتفرع صناديق تخصصية صندوق للسكن للتربية للصناعة للكهرباء للتكنولوجيا المعلومات للبيئة مشاريع هذا الصندوق تنفذ حصراً من قبل القطاع الخاص يعني مو الدولة تنفذ ما نرجع السالفة التعاقدات والكومشينات والفساد والرقابة والتعطيل والغير وسلفة المهندس المقيمة وهذه الإشكالات التي ترافق كل مشاريع هذا يحدث نظام إدارة الدولة أنه القطاع الخاص هو الذي ينفذ هذه المشاريع وفق رؤية الدولة رؤية الحكومة بالمواصفات التي نضحها لهذا المشروع للمدرسة للمدينة السكنية لمحطة الكهرباء للمصنع الفلاني لحكي المنفذ هو القطاع الخاص الحكومة توفر لكل التسهيلات بدءاً من الأرض للقروض لباقي التسهيلات والمزايا والمنح التي تمكنها من تنفيذ هذه المشاريع بدأنا في نقاش يمكن ما أبالغ إذا أقولكم قبل تشكيل الحكومة نعمل على هذا المشروع الآن لا بدأت الخطوات متسارعة وقريباً رح نستضيف خبراء من النروج واليابان والصين لهم تجارب في تأسيس صناديق وصناديق كانت السبب المباشر في إحداث التنمية في هذه البلدان ريدنا نطلع على التجربة ونناقش معهم كيفية التنفيذ الظروف العراقية البيئة ما موجود لدينا من قوانين من أرقام حتى يتم تكيف هذا المشروع هذه الفكرة اللي هي اليوم مشروع إن شاء الله سوف يتكامل ويضمن في قانون الموازنة 23 حتى ننطلق في تنفيذه هذا هو الكفيل في إحداث التنمية المنشودة وإلا إذا نبقى على الموازنة وننتظر الإرادات ونوزح على الوزارات بالطريقة التقليدية أنا متأكد ما راح نحدث فارق اللي ينتظره المواطن العراقي هذا المشاريع اللي راح نختارها هي بالأساس تمثل أو عبارة عن أزمات يعني من الروح للمجمع أو المدينة السكنية مدينة متكاملة عندنا مدن سكنية جازة ممكن نوزحها قطع أراضي ويدوخ بها المواطن ونطيق أرض ويستلمى لو ما يستلمى ويدخل بهذه الدوامة ويبني لبيت والمدينة مشوهة ممكن نروح لهذا الأسلوب نبني مجمع أو مدينة متكاملة الخدمات وفق موديل اقتصادي والتزامات متبادلة بين الحكومة والمواطن هذا المشروع أولا هو حل مشكلة السكن يحلها ونفس الوقت هو يولد فرص عمل لأنه قطاع السكن قطاع البناء وفق إحصائية وكالات متخصصة للأمم المتحدة يشغل 89 مهنة يحقق هذه الحركة التنمية في كل السوق ويولد فرص العمل في سوق العمل المدارس اليوم إحصائيتنا مؤقل من 8000 مدرسة إذا نبطى بالطريقة التقليدية نبني مدارس يعني نسمع بالمشروع المدارس الصينية وصالنا سنتيا ويرادنا فالسنتيا يعني أربع سنوات حتى ننفذ ألف مدرسة طيب هنا محتاجين 8000 إذا أريدنا أن تشغل يرادنا جزء 10-15 سنة مع استمرار أو تصاعد نسبة النمو والحاجة فأنت شقد ما تشتغل ما تغطي احتياجاتك من المدارس والظل قطاع مهم مثل التعليم في حالة من التردي والتأخر وهذا يأثر على بنية المجتمع وانطلاقته في هذا المشروع سوف ندخل على كامل احتياجاتنا في كل المحافظات ومنذ يوم أمس أنا كنت في أمانة وغداد ووجهت من الآن أن تهيأ قطع الأراضي التي تخصص لهذه المشاريع هذه هم إشكالية سمعون عادة نحيل أو نطي إجازات أو نريد أن نفذ مشروع ونصدب في قضية الأرض هذا المشروع هو بصراحة الأمل الحقيقي لإحداث تنمية لتحريك الاقتصاد الوطني والابتعاد من الاقتصاد الريعي وإشراك القطاع الخاص كقطاع مسانت في تقديم الخدمة في تنفيذ المشاريع في توليد فرص العمل أي تطورات فيه بالتأكيد يحتاج لرأي عام مسانت وداعم له وقطعا نعول على أصحاب القرار في مجلس النواب في أثناء مناقشة الموازنة حتى يضمن وننطلق إن شاء الله خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار الموازنة اليوم طلبنا من مجلس النواب الموقر أن الحكومة سوف ترسل الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى نتجنب الأطلة التشريعية للمجلس التي تبدأ من يوم من بكرة تسعة أهد عشر هذا ما لدينا اليوم نسمع تساؤلاتكم تحية واحترام سيادة رئيس الوزراء عبدالله بدران قناة الميادين أهلا أمر الحكومة قصير لكن بدأت الحركة واضحة في ملفات تتعلق بالجهاز الإداري للدولة معالجات فيما يتعلق بمؤسسات وهيئات في الدولة قرارات سريعة وهدف الشأن الداخلي على الصعيد الخارجي وطالما تحدثت حضرتك عن فلسفة إدارة الدولة هل هناك منهجية عمل واضحة في العلاقات الخارجية في التواصل هل أرسلة وفود هل هناك خطوات عملية لاستئناف مثلا الحوار بين طهران والرياض للتفاهم بين بغداد وواشنطن ما هو شكل ملف العلاقات الخارجية في حكومة السيد السوداني يعني واضح في الشأن الداخلي هل هناك شيء واضح سيكون في الملف الخارجي شكرا جزيلا بالتأكيد هذا الجانب مهم جدا وواضح أيضا في منهاجنا الوزاري وتحدثنا عنه في أن علاقات العراق بالمرحلة القادمة يجب أن تكون علاقات متوازنة بين دول المنطقة والدول الأقليمية ودول العالم قائمة على أساس الاحترام المتبادل عدم التدخل في الشؤون الداخلية احترام سيادة العراق العراق ممكن أن يحول ما لديه من فرص وموارد إلى عام الجذب لدول المنطقة ودول العالم وخصوصا في المجال الاقتصادي بنفس الوقت سوف تستمر الحكومة بذات المنهج في أن نحاول من خلال علاقاتنا البينية مع دول المنطقة في التقريب وإزالة أي توتر من مصلحتنا تكون دول المنطقة في علاقات طيبة لأنه ينعكس على استقرار العراق خلال 11 يوم من عمر الحكومة كانت هناك تواصل اتصالات لقاءات مع مسؤولين عرب وجانب أوضحنا هذه الرؤية وأيضا اتصالات من أجل تعزيز هذا المفهوم وهذا المبدأ استقرار المنطقة أوصلنا إلى رؤيتنا واستعدادنا للعب هذا الدور وكان هناك تجاوب لا بل موافقة على أن يكون العراق هو العامل الأساسي في إدامة هذا التواصل وبناء علاقات متوازنة دعوات تلقينة رسمية من بعض الدول أيضا هناك رسالة وصلتها من الرئيس الفرنسي ماكرون بخصوص مؤتمر بغداد اثنين المقترح في الأردن وندرس هذا العرض وتفاصيل عقد المؤتمر مشاركة الرئيس الجمهورية الأخيرة في مؤتمر القمة العربية وكذلك في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كل هذا من سياق إيصال هذه الرسالة وهذا الاستعداد وهذا الدور ولله الحمد اتلقينا ردود إيجابية ومشجعة ومتفاهمة لمتطلبات وتحديات التي تواجه الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي السلام عليكم السلام عليكم مراسلة قناة دجل نداء المرسومي بداية نبارك لكم عملكم وكلنا أمل أن تكون هناك انتقالة نوعية حقيقية في واقع البلد إن شاء الله إن شاء الله السؤال هو يعني يوم أمس كانت لكم زيارة لأمانة بغداد وتم تشخيص مشاكل ومعوقات ما هي تحركاتكم وأجراءاتكم المرتقبة تجاه محافظة بغداد سيما في ظل تشخيص مشاكل ومخالفات من قبل هيئة النزاهة في عملها بالتحديد في ملف العقارات شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم زيارتنا يوم أمس للأمانة أنا قلت لهم رغم مرور عشرة أيام بسانة نتأخر على الأمانة لأهمية الجانب الخدمي وخصوصا في بغداد كنا هنا ما راضين على هذا الأداء بغداد تستحق مننا الأفضل على مستوى الخدمي وجمالي ومحافظة على التراث وطابح الحضاري الحضاري كنا صريحين معهم سواء على صعيد الأداء وتقييم ما موجود ممكن استمعت أنا المشاريع وطموحات وأفكار لكن أنا أتكلم عن الواقع أتكلم عن الواقع أمامي كلاتي تجاوزات ازدحامات مستوى النظافة متدني جدا شبهات فساد في الأراضي في الاستخدامات في الموافقات فساد واضح في مسألة التعاطي مع المواطنيين والمعاملات اليومية يعاني منها المواطن وأنتوا أكيد تغطوها وتسمعون هذا الشيء أيضا هناك معانات للموظفي المدراء في الأمانات المغلات معانات من الوضع العام من تجاوز جهات نافذة على العقارات مهمة من التضييق الذي يمارس على العاملين والنوع من الابتزاز والتدخلات وفي هذا الشأن كان الحديث مباشر لأمين بغداد أنه أنت مسؤوليتك تحمي المدراء والمدراء بدورهم يحمون الموظفين من مدراء أقساب وشعب وأنا واجبي أحميكم كلكم ومستعد أحاسب أي جهة أين كانت تدخل في عملكم فقط تبعوا المنهج المهني في العمل وقدموا الخدمة بأفضل ما يكون خصوصا وهناك أموال وهناك إرادات وهناك مجالات حتى نقدر نقدم أفضل من ما موجود حاليا طيناها فكرة عامة عن توجهاتنا ثبتنا بعض القضايا اللي يحتاج لها إجراءات وحسب من قبلهم حتى نتخذ القرار في مجلس الوزراء على سبيل المثال المناطق المأهولة بالسكان وصارت مدد لكن لحد الآن تصنف على أنها أراضي جنس زراعي في حني سكن والمواطن محروم من هذه الوحدة السكنية حتى يثبتها والمنطقة أيضا محرومة من الخدمات الكهرباء لا تستطيع تنفذ مشاريع البلدية وكذا باقي الدوار فطلبنا منهم رؤية واضحة وأي صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء أو الحكومة هي في تصرف هذا المشروع حتى ننهي مشاريع أخرى تتعلق بالبوابات بغداد هي محالة قبل فترة عندنا ملاحظة على التصاميم أيضا ننتظر نقاش فيها ملاحظة أو ناقشنا مشروع الطريق الحلقي حول بغداد وأهميته هم كانوا ناهبين باتجاه معين أنا طلبت منهم أنه نعيد النظر لأن هذا سيأخرنا خصوصا وأنه حسب كلام الأمين أنه الأرض مفتوحة للتنفيذ لهذا الطريق الحلقي أكثر من 60% يعني لدينا الباقي يحتاج لإستملاكات فممكن نبدأ بال60% بينما نستملك الباقي ويتنفذ هذا الطريق المهم الذي يحللنا كل الإشكالات التي نتحدث عنها أمانة بغداد ومحافظة بغداد نعمل معهم سويا في الجانب الخدمي وستكون هناك متابعة مستمرة ومتواصلة بهذا الصدد شكرا السلام عليكم ديوتر الرئيس حيدر البيات وكالت الناظر للأنباء ما هي الرؤية الجديدة لحكومتكم حول مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا باعتبار هناك ملفات المشتركة بين الدولتين الجانتين شكرا شكرا جزيلا هناك ثلاث ملفات الأمن والمياه والاقتصاد تبادل تجاري كبير جاوز 20 مليار دولار الآفاق المفتوحة أمامنا في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية أيضا واسعة وفي أكثر من ملف وفي أكثر من مشروع حيوي وعدنا أفكار في هذا الجانب مشاكل الأمن يجب أن تحل ومسألة الاعتداءات على الحدود والأراضي العراقية يجب أن تتوقف بنفس الوقت علينا كحكومة أن نساهم في تحقيق هذا الأمن على الحدود العراقية التركية لأن الدستور العراقي واضح في منع أن يكون هناك اعتداء ينطلق من الأراضي العراقية أن تستخدم الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار فهذا واجبنا نحمي حدودنا حتى نمنع هذه الاعتداءات التي تتكرر وتؤثر على المواطنين في أكثر من حادثة تابعنا اليوم المياه هو الملف الضغط تعرف اليوم شحت الأمطار وقلة الواردات المائية في نهرين نجلو الفرات سواء كان من تركيا أو من إيران تستدع مننا موقف واضح دبلوماسي وعلاقات ثنائية أن يراعى هذا الجانب هذه القضية قانونية دولية مسألة الحصة المائية المطلوبة للعراق نعمل عليها بشكل متواصل قبل قليل بعد اجتماع مجلس الوزراء كانت عندي مداولة مع السيد وزير الموارد المائية جانب كبير من المداولة هو خصوص هذه الإجراءات تواصل مستمر من المؤمل أن يكون هناك لقاءات حتى نترجم هذه الأفكار في اتفاق شامل يتضمن هذه الملفات الثلاثة بالشكل الذي ينعكس على الأمن مهم جدا خصوصا في المناطق الحدودية وتأمين كذلك على مستوى المياه في تأمين حاجتنا خصوصا في هذا الظرف اللي احنا اليوم بصادة تنفيذ خطة زراعية وبأمس الحاجة إلى هذه الإطلاقات المائية حتى تصل إلى المحافظات عندنا محافظات توقفت فيها محطات المياه الشرق وبينا للجانب التركي والإيراني هذه المشكلة فضلا عن الاقتصاد تركيا من الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي وبإمكانها أن تكون عامل مساعد في تنمية القطاعات المختلفة في العراق السلام عليكم دولة الرئيس هالكوود عزيز من شبكة الرداء الإعلامية أين وصل الموضوع اللواء عشرين المشترك ومتى يبدأ العمل به لسد الضخرة الأمنية متى تكون جاهزا للجلوس مع وفاة حكومة أقليم كردستان للاتفاق على الميزانية وقانون النفذ والغاز وباقي النقاط المتعلقة بأقليم كردستان في برنامج الحكومي اللواء عشرين المشترك أنا سمعت من خلال اللقاء مع لجنة الأمن والدفاع أحد النواب من كردستان وطلبت كل الأوليات في قيد الدراسة هذا الموضوع طبعا نحن بصدد تنفيذ الاتزامات والاتفاقات التي قامت عليها الحكومة بغض النظر عن هذه الاتفاقات مسألة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل لا بد أن تواجه بحلول لا يمكن أن تستمر سواء كان المتعلقة بالنفط والموازنة والبنافذ الحدودية وباقي الملفات هناك رغبة جادة لمسنة من قبل الإقليم وهذا الأمر موجود لدى الحكومة والأطراف السياسية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الأطراف خصوصاً وأن بغداد وأربيل يتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة مشروع قانون النفط والغاز هو واحد من أهم الحلول لهذا الملف مداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط بشأن تهيئة المشروع أو مسودة المشروع القانون التي ستخضع لنقاش أولي مع الأقليم قبل أن تطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل إلى المجلس النواب الباقي الملفات والتي هي الأهم ملف الموازنة مسودة مشروع قانون موازنة 23 ليترتب عليه الالتزامات مثل ما الأقليم ينادي بالحقوق فعليه التزامات هذه الالتزامات يجب أن تطبق وفق القانون والدستور حتى تتمكن بغداد من الإفاء بالتزامات المالية سواء كان في قانون موازنة أو من خلال باقي الاستحقاقات نعم تحية طيبة لك دولة رئيس الوزراء إبراهيم الجاسم من قناة الغدير الفضائية تحدثتم قبل أيام عن هناك فلسفة للحكومة بغية استرداد الأموال المنهوبة والأموال المجمدة خارج العراق وذيلتم حديثكم أيضا بأن للعراق ستكون وكأنما هناك مواقف مع الدول التي تتعاون والتي لا تتعاون مع العراق خاصة وأن هناك حكومات سابقة على خلفية أن هناك حكومات سابقة فشلت بالتوصل إلى النتيجة بخصوص هذا الملف على اعتبار أن الأرقام فلكية وكبيرة جدا ما هذه الفلسفة التي نادى بها محمد الشاعر السوداني لاسترداد تلك الأموال وما هي أساليب أو طرق الضغط على البلدان التي لا تتعاطى مع العراق بالجانب الإيجابي وما هي مواقف الجانب العراقي هذه الفلسفة هي قائمة على النصلة العامة والمتمثلة باسترداد هذه الأموال سواء كانت التي قبل 2003 أو المنهوبة بحكم الفساد نعم نحن مع الأحكام ومحاسبة المتورطين لكن الأهم من ذلك هو استرداد هذه الأموال هذه أموال الشعب فننطلق من هذا المبدأ ونأتي إلى سلسلة من المبادئ القانونية الأخرى أو الاتفاقيات أو القوانية يعني العراق عضوا بالاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصادق عليها بموجب القانون الرقم 35 لسنة 2007 هذا التزام هذه اتفاقية أمم المتحدة يعني تلزم كل الدول أنا من أقول هذا سيصبح فقر في العلاقة مع أي دولة عدة اتفاقية العراق عضوا في هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية في التزامات على كافة دول العالم نجمد أموال نسيطر على أرصدة بموجب اتفاقية دولية كل دول أطراف فيها اثنيا طبعا الأموال والمدانين بموجب هذا الاتفاقية مو فقط الأموال اثنيا احنا رقم قانون رقم 9 لسنة 2012 المعدل اللي هو دعم صندوق استرداد الأموال هذا هم إطار تشريع قانون موجود لكن تسأل شون اللي تنفذ من هذه القوانين من هذه الاتزامات من هذه الاتفاقيات للأسف لا شيء إلا تفعيل هذا القانون إلا تفعيل هذه الاتفاقيات حاكم الدولية نعم نعم عدنا الوسائل والآليات ما نقدر نتكلم عنها بكل التفاصيل لكن اليوم احنا ملف الصيت الضمانات الضريبية والقمرقية يعني وشنو اذا اربعة خمسة متهمين موجودين في التوقيف انا اريد هذا الـ 3.5 تريليون ورحت المعلومات الاولية انه اكو نسبة كبيرة من هذه الاموال خارج العراق وفي دول محددة طيب هذه الدول احنا اولا هي عضو بالاتفاقيات بينهم علاقات ثنائية واتفاقات ورغبة صادقة يعني حتى نكون واضحين كلهم يرغبون بدعم العراق طيب واحدة من اوضح صور الدعم انه رجعونا هذه الاموال من هؤلاء الفاسدين اللي راح نتعقبهم في كل مكان ونسترجع الاموال ان شاء الله شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة